الجواز ده هو آلة ولا الجواز هو سيناريو وخيال الجواز مولود جديد احنا بنعمله مع بعض يعني لو صح التعبير الجواز مولود جديد هندي ميت احنا الاتنين بنكبر مع بعض و بنتطور مع بعض فالمفروض ان الاولاد بيكونوا عامل التقارب في بعض الاحيين بين زوجين لكن لهم في حالتهم دي بيستخدموا الاولاد كمسرح للعمليات مسرح للمعركة في ايه اللي حاصل؟ فيتعرض الاولاد لغضب الطرفين لانه بيبعثوا الرسائل والاحتياجات غير المرباه عن طريق الاولاد ولما بيكون التواصل ما بين زوجين مش فعال بيوصلوا بيوصلوا بعض الرسائل من اسوأ ما يكون بطرق مختلفة زي العناد وزي التنبيط وتلقيح الكلام والعنف وساعات بقى يبقى العنف لفظي لغاية ما يوصل للعنف الجسدي والطرف اللي بيوصل لحالة الحنق بيوصل للسلوك العدواني فيبقى عنده حدة في الكلام وإن اللي يحصل؟ ويخبط ويرزع ويكسر ويزق في الاولاد ويرزع في الباب وممكن كمان ما يبقاش دي طبيعته الشخصية بس ده اللي بيحصل لأنه بيشعر أنه في معركة والمعركة بتستدعي شيء من القوة أسلحة ممكن أسلحة تكون كلام أو ممكن أسلحة تكون تصرفات وكأن إيه اللي حاصل؟ كله هو عايز يخرج عنده فرصة أنه يخرج كل اللي جواه الراجل اللي عنده بقى سيستم ده مشكلته أنه هو حاطت للجواز مساحة محددة مساحة للبيت، مساحة للأصدقاء، مساحة للعمل وحاسس أنه الجواز ده أنه احنا بنسميه الجواز الفندقي اللي هو جواز الايه؟ جواز الخدمات السيرفس فبيأدي الجواز بالنسبة له بيأدي خدمات أنا مرتاح فيه وتتلبى فيه طلباتي حسب ما أنا أختار مش حسب ما شرك الحياة هو اللي بيختار وشايف إن حياة مكسب وخسار فتديني هديك، ما تدتنيش يبقى لازم أضغط عليك لغاية ما استوفي حقي ولو كان في حد اللي هو الحق إنه يضع الناس في أماكنهم ويضع ليهم سيستم كان هيبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بس حضرة النبي ما عملش كده لكن حضرة النبي كان بيسعى لإسعاد زوجيته وبيسعى لإسعاد السيدة عائشة وكمان كان بيسعى لإسعاد يسابقها لكن هو عايز يفرح السيدة عائشة ليه طيب؟ عشان يحسسها بأهميتها عنده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن السيدة عايزة عايزة تفرج على الأحباش فترك اللي وراه واللي في إيده وكل ده وفرج على الأحباش ولما عارف إن البنت الصغيرة في المدينة عايزة تمشي مع رسول الله ساب لها إيديه فلفت بيه طرقات المدينة وبعدين سابت إيديه قال لها أراضيتي فرسول الله صلى الله عليه وسلم فاهم يعني إيه مرأة وفاهم يعني إيه احتياجات غير لباة فما كانش في بنامج إن طفلة تاخد إيد حضرت النبي وتلف بيها وبعدين يروح للسيدة عائشة تفضل تحكي له 11 قصة ل11 امرأة ورجل حضرت النبي فاضل لكل ده إنت لو قريت الكلام ده تاخده 15 دقيقة فرسول الله بيسمع مساكن لغاية ما جي الوقت المناسب ورد قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلقه يبقى فين الحل بقى يبقى حضرت النبي علمنا إن المسألة مش كده وبعدين لما يجوا يكلموا حضرته عن السيدة عائشة يقول لا تحدثوني عن عائشة فإنه لا يأتيني الوحي إلا وأنا في حجره فتخيل فبيصور للناس مكانة السيدة عائشة شكلها إيه إحنا مش عايزين البيوت يكون فيها نظام زي السيستم لكن يكون فيها أصول فالسيستم بيقتل المشاعر وبيقتل الحياة ولذلك لازم يبقى فيه أصول وتقسيم إيه اللي حاصل؟ إن ربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي لكل ذي حق حق فالمواد ده قضية تفاعلية فكل طرف يتقرب للطرف الآخر بما يحب مش بما يحدد يبقى الزوجين دولا محتاجين يعيدوا استكشاف بعضهم أنا في الحالة دي بقول لهم أنتوا محتاجين تتجاوزوا من جديد يعني هم تتجاوزوا من يتطلقوا ويتجاوزوا؟ لا اللي محتاجين أن هم يدخلوا على الجواز لأنهم بيتجاوزوا لأنهم مازالوا حتى الآن مزنوين في سنة أولى جواز عشان كل واحد منهم يفهم التاني بيتصرف إزاي التاني شيء لازم يبدأوا رحلة العبور من الأنا إلى نحن ترجمة نانسي قنقر